السلام عليكم وشاكم إن شاء الله بخير طبعا إن شاء الله راح نشرح المعجزة الثانية للمحاضرة الثانية هالمحاضرة راح تكون فسلجية راح نتكلم على الهرمونات مع الانتيريور والبوستيريور بيتيوريتي جلاند فقط زيان وأيضا مات الهايباثالعمس زيان فسن يجي أول شي على البوستيريور بيتيوريتي سيكريشن زيان ليه إفرازات الهرمونات اللي تتتم عن طريق يا جزء من البيتيوري البوستيريور زيال البوستيريشن تفرز أصلا تفرز الفازوبرزين والأكسيتوسين زيان دي يقول لك بالبداية إن موس مامولز يعني بالثديات the hormones secreted by the posterior pituitary gland are arginine أو arginine فازوبرزين فازوبرزين اللي يختصرون AVP and oxytocin إذن تفرز الارجنين فازوبرزين والأكسيتوسين هايوين بالمامولز بالهيبو هيبو بوتامي هذا الحيوان هذا هو فرس النهر and most pigs أغلب الخنازير بدل arginine هو مو اسمه arginine الفازوبرزين فبهاي الحيوانات أكو لايسين بدل الارجنين فحيصر اسم المركب لايسين أو اسم الهرمون لايسين فازوبرزين هايوين هاي بالبيغز الخنازير والهيبو بوتامي اللي هو فرس النهر ولكن بالمامولز شنو عدنا إحنا عدنا الارجنين فازوبرزين زيان the posterior pituitary of some species of pigs and marsipels contain a mixture of arginine and lycine إذن بعض أنواع الخنازير بعض أنواع الحيوانات الثانية تحتوي على الثنيناتهم على الفازوبرزين النوع أبو الارجنين وأبو اللايسين الثنيناتهم موجودين عند هاي الحيوانات إذن arginine وليcine فازوبرزين ثنيناتهم موجودين إذن the posterior loop nanopeptide with a disulfide a disulfide ring at one end إذن هو مبركة peptide مثلا إذن نانو nanopeptides peptides مثل نوع فيها amino acid أمين بصفة أمين بصفة أمين بصفة أمين 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 هذا يقول أحد النهايات يعني أما هالنهاية مثلا أو هالنهاية مات الببتيد أكو شنو؟ شكاتب لك؟ أكو حلقة اسمها الدايسالفايد رينج يعني مثل هالحلقة مثلا خلنا نرسم كمثال يعني ممكن تكون الحلقة بهالشكل تمام ممكن تكون اكو حلقة مثل هالسترابتشر موجودة بالنهاية اليمنى او النهاية اليسرى للبيبتيد مالتنا زين هسا نجي على الفقرة الثانية اللي هي البايوسينثيس البايوسينثيس الانترانيورن التransport and secretion زين هورمون الباستيرابتوريتي غلان او نتم تصنيحها في المجلس 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 اذا تذكرون احنا العصاب خلنا نرجع عليها الغ coins المجلس المجلس ث Direction Poca charm المجلس المجلس ن المجلس هنا المنطق الغ ن ن نيوكالياي شنو اسمها النيوكالياي هذاني قلنا نسميهن بالPara-Ventricular وذاني اسم Super-Optic نيوكالياي فبهالمناطق يا شبابنا اكو اعصاب شنو اسمها اكو خلايا عصابيها اسمها خلنا نتأكد من اسمها بالله بالMongo Cellular Neurons اكو اعصاب موجودة بذيت المنطقة الاشعرناها قبل شوية داخلها راح يتم تكوين الهرمونات مواتل البوستيري بيتوريتي غلاند يعني بالهايبوفالامس راح يتم تكوين هرمونات البوستيري بيتوريتي غلاند اللي هما الفوزوبرسين والأكسيتوسين زيان طبعا هالهرمونات راح يتم تكوينه هناك بعدين شنو راح يتم نقلها عن طريق هالعصاب راح تنتقل الى البوستيري رلوب وبعدين عن طريق اشارات عصبية انتبهنانا هالهرمونات راح تبدي تنفرز مناك من البوستيري بيتوريتي غلاند طبعا انفراز هالهرمونات هاي الهرمونات هاي الهرمونات اللي هما اكسيتوسين والفوزوبرسين اللي هما شنو يعتبره طبعا الهرمونات اكو ابثيليال هاي الهرمونات تكونت من نسيج طلائي او غلانديولار هرمون من غدة معينة ولكن هاي نسميها نيورال هرمون اللي منو كون هالهرمونات الخلايا العصبية اللي كونت الهرمونات مثل البوستيري بيتوريتي غلاند فنسميها بالنيورال هرمون هاي وان يصر السكرية والتي تم افرازة الى السيركوليشن الى الدم عن طريقها الخلايا العصبية نجحنا نجحنا فازوبرسين والاكسيتوسين في مكان أخرى فازوبرسين سكرية نوران في سبرا كزماتيك نيوكليا فازوبرسين والاكسيتوسين اكسيتوسين اكسيتوسين نجحنا 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 مواقع هالهرمونات الثانية الفازوبرسين شبابنا موجود بالخلايا العصبية مالت السبرا كمستك نيوكليا بها المنطق مال سبرا كمستك نيوكليا راح نلقى الفازوبرسين موجود وايضا الفازوبرسين مرة ثانية بس هالمرة هي الأكسيتوسين راح نلقى بالنهايات العصبية مال الـ العصاب مالتوين قاعد تروح الـ الـ ملاقي سبرا الـ و هذا يلى هذا الحبل الشوكي خلنا نرسم شوي جواه أكثر الحبل الشوكي مثلاً هنا أنا موجود فالسيال باضيزمات الparaventrical neocleae هاي شنو هاي هاي الparaventrical neocleae المهم داخلها راح يتم تكون شنو الفازوبرسين والأكسيتوسين هاي الparaventrical neocleae أو هاي العصابل هاي راح تنزل 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 مثلاً للحبل الشوكي spinal cord أوكي راح يكون متواجد بها هاي العصاب الفازوبرسين والأكسيتوسين إضافة إلى الparaventricular lorense elsepramechanis techniocleae تحتوي على فقط منه الفازوبرسين زيان أوكي ثم هذه الرحمن تنزل 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 كارديوفاسكولار إذن هاي الهرمون يقولك ممكن هي تأثر على القلب هو صحيح الشي يقصد علي من هنانا يقصد على الفازو برسن الفازو برسن إلا رسب تارتس حنجي نشوفه أكو V1 أو عفو VT مثلا 1 أو كو VT 2 زيان أو V1 سوري V1 مو VT ما كو T هذو T من يمي V1 و شنو أكو V2 V1 هاي رسب تارات وين موجودة موجودة بالهارت زيان V2 موجودة بالكيدني زيان ف V1 شبابنا من يجي الفازو برسن يرتبط برسب تارات V1 منو حيتأثر القلب زيان من الفازو برسن يرتبط برسب تارات V2 منو حيتأثر القيدني و هسا رح نجي نشوف تأثير الفازو برسن على القيدني ولكن على القلب لا مرح نشوف شن تأثيره ما متكلم عنه بالمحاضرة هذي فمرح نذكر شنو وظيفته على الهارت اللي يحب يطلق على القوغل و يشوف شنو تأثير الفازو برسن على الرسب تارات V1 زيان المهم كتكملة خل نكمل الشرح مالتنا ده يقول بالإضافة إلى هذا الكلام مالتنا فازو برسن and oxytocin are synthesized يتم تصنيعهم بالقونات والأدرينا الكورتكس زيان بحال مناطق يضي يتم تصنيعهم والoxytocin is present in the thymus الoxytocin يقول لك ما تممكن إلقاب الثيموس the function of peptides in this organ are unsettled يعني وظائف هاي الهرمونات على هالعضاء الذكي لها غير واضح أو غير يعني ما لها هدف غير معروف نقدر نقول تقريبا مما يعني شن الفائدة من تأثير هاي الهرمونات على هالعضاء ما ندري شنو بالضبط زيان vasopressin receptor مثل ما قلنا vasopressin الى رسابترات اللي هي ال V1 and V2 there are at least three kinds of vasopressin receptor إذن مو ثنين إنما ثلاثة رسابترات ولكن هو يعني متقسمة هل سي رح شوش عن التقسين مالتنا يعني هو V1 مقسمينا أوكي مثل ما شوفه هنا V1 مقسمينا V1A و V1B زيان وعدنا V2 بواحد كلهم شنو يعتبرون يعتبرون G protein coupled receptor يعني هالرسابترات مرتبطة ببروتين G زيان زيان طبعا حاشيلكم معلومة خارجية انتم مفروضها ممكن أخدتوها كورس أول مفروض G cobalt protein receptor إذا عدنا هذا الرسابتر معين هذا الرسابتر مثلا أوكي مرتبط بشنو قلنا بG بروتين هذا G protein إلى أنواع أكو يسمونه GS أكو يسمونه GI GI أكو يسمونه GQ تمام ثلاثة أنواع أكو إلي شون الفرق بين ذنين الثلاثة الجي أس يعني Stimulated من اسمه جي أس يعني أكو اختصار الأس هذا اختصار الأس معناته Stimulation تحفيز يعني هذا رح يحفز فاد أنزيم معين اللي هو الأدنال سايكليز تمام زيان هاذا شرح يصول الأدنال سايكليز رح يزيد السايكليك A-M-B رح يزيد شنو السايكليك A-M-P زيان أما الجي آي شي سوي من اسمه I شنو قال آي هنا إنهبتاري رح يفبط الأدنال سايكليز هاذا الأنزيم اللي اسمه أدنال سايكليز رح يتم تفبيطه فالسايكليك A-M-P شرح يصير بيه رح يقل زيان أكو جي كيو الجي كيو شبابنا هو هذا هو هذا الريسبتر مات الفي وان ادي حتش عنا عنا حاليا رسبترات الفي وان الأي والبي تحتب مرتبطة به جي كيو الجي كيو شبابنا يزيد الكاليسيوم داخل الخلية يزيد تراكيز الكاليسيوم زيان زيان فنقدر نستنتج إذا زاد الكاليسيوم شنو معنا تتأثير الرسبترات الفي وان على الهارت منطول هي زيد الكاليسيوم انوتروبيك بوستيف انوتروبيك لشب شون احنا قدرنا نستنتج تأثير بدون ما نشوف الجوجل احنا استنتجنا مباشرة شنو تأثير الفازو برسن على الهارت عن طريق فهم الفصلة جيه من احنا نعرف الفصلة جيه نقدر نستنتج هاي شغلات زيان فسا منعرفنا انه والله الرسبترات الفي وان تعتبر جي كيو بمعنى اخر زيد الكاليسيوم زيان بما انه زيد الكاليسيوم الكاليسيوم شنو يسوي دائما دائما يسوي بالعضلات فمعنا تقلص العضلات مع القلب رح يزاد او شنو بمعنى اخر المصطلح الطبي السمي بوستيف انوتروبيك افكت زيادة بالكونتركشن ما المايوكارديام عضلات القلب اوكي زيان معناته اكون نقدر احنا نصنى عدوية تشبه الفازو بريسن او الفازو بريسن نطين كدوة زيان الاشخاص اللي عندهم هارت فيالير فشر بالقلب زيان حتى يحفز عضلات القلب دا شوفون شوين احنا قدرنا نستنتج مجموعة من المعلومات بس عن طريق انه عرفنا والله رسبترات الفازو بريسن النوع الواحد هي جي كيو فاذا معناته الها positive inotropic effect فمعناته نقدر نصنى عدوية نستفاد منها بعلاج الهارت فيالير هيك واحد يقرأ الفسلج يعني انت المعلومة تلقفها هي طايرة بدون ما حاد يقول لك زيان اوكي فاذا يقول هو هنا انا شوفوا طبعا ما راح يقول لك انهم جي كيو رسبتر هاي انواع البروتينات الحجية تقلكم انت المفوظ تعرفوه ما اخذيها قبل فهما متطرق الى هنا يعني ما موضح شين هما زيان بس انا وضحتها لكم زيان هس المهم رسبترات ال 1A وال 1B ديقول لك التأثير ماتم حيكون عن طريق في الفوسفور تايدل انوستل هيدرولايسس زيان حتى الشي يسوي احنا اش قلنا يزايد الكاليسيوم كونستراشن زيان اذا الفي 1 و الفي 2 رسبتر الفي 1 A وال B يأثرون على هاي المادة اسمها فوسفا داستل انوستل فوس الفوسفا تايدل انوستل هاي يصير لها هيدرولايسس تتحلل من يصير لها التحليل او هيدرولايسس راح يزاد عندنا تركيز الكاليسيوم داخل الخلية انتراسليل الفي 2 رسبتر اكتثرو جي اس شوفو هنا انا ذكر اسم البروتين جي اس استيميليتد فبالتالي راح يزاد عندنا السايكلك اي ام بي او سايكلك اديينوسي المونوفوسفا زيان طبعا السايكلك اي ام بي الاكشن ما تيختلف حسب الخلية الدي اثر عليها او المكان الدي اثر عليها زيان فحاول تطلعون بالجوجل يعني كمعلومة خارجية تفيدكم اكتبو لجوجل what are the function of the السايكلك اي ام بي شوفوا المخططات راح تطلع لكم وضائف السايكلك اي ام بي حتلاحظوا من منطقة المنطقة يعني بالبرثورال بالسنترال تأثيرة يختلف في السايكلك اي ام بي بالهارت مثلا تأثيرة شي بالبلوتفصل تأثيرة شي ثاني اوكي هاي المعلومات يعني هاي حلوة هاي المعلومات الخارجية حالوا شوي تركزون عليها يعني كفائدة عامة لكم هاي زيان نكمل اسا عالفازوبرسن Virus وذ Line بسبب الفازوبرسن ما يخلي كدني تطرح يعني سواء لوهاية يعني ما يخليك تبول الهواية زيان وما يخليه يطلع يورن هواية فلهاذا نسمي مضاد إدرار اي مدى تقليك تقومي politics ما يخليك تبول ما يخلي السوال تطلع من الكيدني شي يسوي يسحبها يرجعها للجسم السوال ما يخليها تطلع يقولها ممنوع تطلعين ترجعين للجسم السوال فاللي هاذا نسميه Antidiuretic هرمون لأن المدى يخلي الشخص يصير عدة إدرار أو بول يعني بسبب الأكشن ما تتأثير على الكيدني كيدني إدرار ترجعي المقبلة هاذا يجي شوي فهيزيولوجي ناكل أمثالجي ترجعي المقبلة من الكيدني لذلك الواتر يأتي الهيبرتونيك يأتي من الكيدني اذا نجي هسا على التشريح مثلا هاذا الكيدني تمام ولو هي صارت مثل حرف بي هاي بس هي هي هيت الرسم المهمة سها الكيدني تأكو أجزاء داخلهم خلجي أرسمهم أكو شوانيك مثلثات هاي كلها داخل الكيدني يجي أكو مثلثات هواية واحدة بصف اللغ طبعاً شوي دارسمت بعدات أوكي هالمثلثات الشبابنا يسموها Pyramids Byramids فهناش دايي حت شي داييكو لك المهمة النظوحية وين بالكولكتينغ داكتس يعني حسا ما عدنا إحنا تدرون انتو تقارين على الرينا الفيزيولوجي تعرفون اول شي عدنا نوبايبات الكلوية رح نظل نمشي اليورن اسا اليورن داخل هاي النوبايبات الكلوية رح يظل يمشي 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 لمن يوصل هالمنطقة اي شاكونا يوصل الفاد نوبايبات تنزل لي جو اوكي هاي بالأحمر هاي النوبايبات اللي بالأحمر شنو اسمها اسمها collecting duct المهم هاي الكلوية شبابنا هنانا اكو يورن هاذا الاصفر يورن تمام زين فالفازو براسي رح يكون تأثيره هنانا رح يزيد البرمابلطي بالكلوية بها الكلوية البرمابلطي النظوحية للسوءار رح تزداد فاش رح يصير باليورن هسوا مو هنانا داخل الكلوية رح يطلع برا رح يطلع مثلا بهالاتجاه او بهذا الاتجاه وين للرينال بيراميدز وراح يرجع وين بالأخير رح يرجع للسيركليشن للدورة الدموية ما رح يطلع برا زين فهو هذا تأثير الفازو بريسن دايزيد نظوحية الماء وين بالكولكتنج داكس وين ديروح الماء بعديان أو اليورن ديروح للرينال بيراميدز وبعديا وين حيرجع حيرجع للدورة الدموية للبلد فيزل زين فبالتالي رح يصير عدنا الانتي ديوريتيك افكت زين هيتش رح يكون الاكشن مالتا زين فبالتالي اليورن اش رح يصير بالبول اليورن بيكم كونسوتريت رح يصير مركز ماكو سوائل بعض هيصير كلش مركز ماكو سوائل بس 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 اكو يعني سابستانس بس مواد موجودة السوائل كلها رجعت تمتصت زين فالبول هيكون مركز ما بي سوائل هواية قليل حيل زين وحيصير عدنا ريتونيشن of the water يعني تجمع السوائل بالجسم وحيبدأ السوائل تجمع بالجسم ما قاعد تطلع برا زين فبالتالي الاسموتك براشر رح يقل ايضا لان الاسموتك براشر يعتمد على شنو يعتمد على التركيز تركيز تمام وهاي اكارب الاخضر هو الدم اتخيل بس وياي انو كمية السوائل كمية السوائل هنانا شبيه زادت هواي سوائل صارت عدنا داخل البلاد فزل اش رح يصر بتراكيز المواد رح تقل الاسمو للتي رح تقل فبالتالي الضغط اللي تسوي هالمواد اللي نسمي بالاسموتك براشر علاقة عكسية بالحجم بالسوائل يعني كل ما زاد حجم السوائل اللي موجودة كل ما قل الاسموتك براشر والعكس صحيح زيان كل ما قل السوائل اللي موجود كل ما زاد الاسموتك براشر زيان فاسا رح نشوف رح يجيح العكس هسا ديقول ان ابسنس اف فازو براسين يعني اذا اختفى هاذا الهرمون الفازو براسين the urine is hypotonic hypotonic مفروض تعرفون شين معناته hypotonic يعني حيكون تركيز اليورن قليل يعني ما رح يكون مركز لا وانما مخفف diluted زيان نقدر نقول diluted حيكون به هواي سوائل لان سوائل كلها قاعد تطلع الفازو براسين مده يأثر على الكرية فالسوائل كلها رح تطلع باليورن فبالتالي حجم البول أو حجم اليورن رح يزداد زيان بالتالي حيصر عندنا خسارة بالماء سوائل حتطلع برا الجسم فإش رح يصر بالأوزبون تك براشر هنان رح يزداد أو الأوزبون رح تزداد قاعد نفتهم شبابنا زيان فأتمنى فيهم إذا مفتهم تحاول ترجع تعيد تفتهم مرة ثانية زيان نجح سعى الأوكسيطوسين الأوكسيطوسين في الناس الأوكسيطوسين يعمل أعلى على الأساس والأوترس إذن تأثير الأوكسيطوسين ديكون بفيك الأساسي على الصدر والأوترس اللي هو الرحم زيان ثو تبدأ أنه يتحدث في لتوليسس لتوليسس تعرفون أنه الكوربس لتوليسس الجسم الأصفر الموجود عد المرأة عملية التحلل مالت الليتولايسس نسميها لتولايسس عملية التحلل المالت الجسم الأصفر كمصطلح طبي لتولايسس زيان فهو هاي تأثيرات الأوكسيطوسين راح تكون على بريست وعاليوترس وأيضا راح يكون موجود بعملية الليتولايسس أو تحلل الجسم الأصفر زيان الرسبترات مات الأكسيتوسين أيضا تعتبر بالنوع G-coupled protein receptor زيان والموجودين يقولك موجودة بمنطقة المايوميتيريوم اللي هو نفس الرحم يعني زيان نفس الرسبترات موجودة بالمامورة تيشيو المامورة تيشيو هو نسيج الثدي الصدر وهو ما تعدنا بالأوفاري بالمبايض زيان شي سوي يزيد الكاليسيوم إذن بمنطقة زيان الكاليسيوم فنوع G-protein نستنتج هنا هو غالبا رح يكون G-Q غالبا رح يكون أيضا حسب توقيعين G-Q زيان هو أظن حتى يعني للG-S همممكن يزيد الكاليسيوم بطريقة ما يعني مشرط يعني مشرط دائما الكاليسيوم علاقته يعني مشرط اللي زيد الكاليسيوم معناته هذا G-Q لا ممكن يكون من G-S ولكن بشكل عام نتوقع أنه هو G-Q زيان المهم إنتوا هم تأكدوا من هالمعلومات أكثر يعني من جوجل زيان مثلا هل كل شي يزيد الكاليسيوم هل يعتبر هو G-Q لو G-S هم يقدر يزيد الكاليسيوم أنا أذكر حسب دراستي أنه ممكن يعني يزيد الجي أس ولكن بشكل عام اللي يزيد الكاليسيوم هو G-Q المهم حتى من دوقكم نكمل حتى خلصنا البوستيريار البوستيريار ما بيها غير أكسيتوسن و فازوبرسن هرمونيا فقط لا أكثر ولا أقل الانتيريار بيها ست هرمونات تقريبا أي ست هرمونات زيان من هما ذولي عدك الكورتيكوتروبين أو يسمونه أدرينو كورتيكوتروبك هرمون أو ال-ACTH كلها اسمها إلا عدك ثايرويد استيميليتين هرمون أو ثايروتروبين يسمونه أيضا TSH يختصرونه عدك كروث هرمون عدك فوليصل استيميليتين هرمون FSH عدك لوتونيزيك هرمون عدك برولاكتين PRL زيان همات عدنا بوليبيبتايد بيتا ليبوبروتين همات هذا هذي يتم إفرازة هذا البروتين اللي هو البوليبيبتايد بيتا ليبوبروتين يتم إفرازة ويا ال-ACTH وضيفة الفصلجية غير معروفة النون زيان هسا خلنا نجي نتكلم على ال-hypothalamic control التحديث انتيريار بتاوليات بيتاولة من الملحة 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 من الملحة الملحة من الملحة 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 غير يسر تمام زين وهالهاي البثالة ماسش بيها راح تفرز هرمونات للبلوت فزل ذني خلنا بالاخضر احسن زين الهرمونات راح تيجي هنا هنا بهاي لوعية الدموية راح تنزل 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 هنا انا تواصل للانتيرابيتوريتي غلاند وقلنا راح تأثر على الانتيرابيتوريتي غلاند حتخليها تفرز هرمونات زين هاي هايبوثالماس شو المواد اللي تفرزها هسا راح نجي نشوف زين هاي المواد اللي تفرزها الهايبوثالماسية اما يكون اسمها ريليسينج او انهيبيتاري تذكرون قلنا اكو تي ار اتش الار يعني ريليسينج يعني هذا حيحرر الثيروتروبين اميهن من الانتيرابيتوريتي غلاند حيخليها تحرر منه الثيروتروبين او الانتيرابيتوريتي غلاند اكو انهيبيتاري يعني هذا حيقلل من افراز الانتيرابيتوريتي غلاند تقريبا كل هرمون اكو ريليسينج هرمون اكو هرمون ايحرر التياسج يعني واكو هرمون مثلا ايقلل من التياسج اكو هرمون يزيد من الهايبيتوريتي وكو هرمون يقلل كلها هاي الأهورمونات الي هي سواء عليهم ان مصدрал او انهيباتري طبعا هايهورمونات الي سواء يسموها بالهايبافيزيوتروبیك هرمون اسم انSEM لان هايهورمونات تتبع من الحيم alloام مين تتبع تنفرز قال التنفرز بالأوعية الدموية اللي اسمها بالهايبوفايسل بورتل فيزل لين اسم هاي الأوعية الدموية هايبوفايسل فالهرمونات هاي سموها على اسم هاي الأوعية الدموية اللي هو الهايبوفايسل تروبيك هرمونز زيان طبعا small amounts اكو كمية قليلة من هالهرمونات رح تكون موجودة بالدورة الدموية العامة مات الجسم زيان ولكن أغلب هن أعلى تركيز من هالهرمونات رح نلقا طبعا موجودة بالهايبوفايسل بلاد فيزل بهاي الأوعية الدموية لقنا عليها زيان شنو هالهرمونات مات الهايبوفايسل هسر رح نيجي نشوفها زيان همهامات 6 ريليسنج عند انهيبيتاري هرموهم عدنا 6 هرمونات ريليسنج و انهيبيتاري عدنا مثلا corticotropic releasing hormone thyrotropin releasing hormone growth hormone releasing hormone growth hormone inhibiting hormone زيان اسمونا طبعا somatostatin somatostatin sorry somatostatin هو نفسه growth hormone inhibitory growth hormone inhibitory hormone زيان عدنا luteinizing hormone releasing يسمونا طبعا بالغونادو tropin releasing hormone حاليا و عدنا proloctin inhibiting hormone فتلاحظون عدنا 6 هرمونات منها releasing ومنها الانهيبيتاري مثل ما ذكرناها بس تنسون المثبت للغروث هرمون اسمه somatostatin luteinizing releasing هرمون اسمه ثاني gonadotropin releasing هرمون زيان in addition hypothalamic extra contain proloctin releasing activity and proloctin releasing هرمون has been postulate to exist زيان تيار اج تيار اج تيار اج طبعا هذا thyrotrop releasing هرمون زيان وهما اكو يقول لك هرمونات ثانيا vip هذا vip صراحة ما ماذا يجعل بالي معناته ولكن ان شاء رح انشور لكم بالقناة ما التالي جرام شنو هذا vip اوكي زيان فمثل ما شفنا اكو releasing هرمون واكو inhibitory هرمون زيان خلني جاسع لها الصورة هاي الصورة تلاخص الحجة الحجة تلاخص الحجة تلاخص الحجة الحجة يفرز LH و FSH عن طريق تأثير هرمون غونادوتروبين ريليسنغ هرمون مين دايجي هاذا طبعا البالاخضر شبابنا يعني من الهايبوثالماس واللي بالأحمر من الانتيريار زيان عدنا هاذا 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 همات هاذا 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 زيان اللي بالأخضر شنو لننسى من الهايبوثالماس واللي بالأحمر دا ينفرز من الانتيريار بيتروتغلاند الأخضر يسيطر على الأحمر كمختصر مفيد الأخضر يسيطر على الأحمر الأخضر يا أما يخلي الأحمر ينفرز أو يزداد أو يا أما ممكن يخليه ينقص حسب حاجة الجسم زيان هنا هاي الصورة الثانية توضح لنا التأثيرات ما لها الهرمونات زيان فالتي أس اتش علي من يؤثر يؤثر على الثايرويدغلاند شي خليها يخليها تفرز هرمون الثايروكسين اللي هو ممكن يكون تي فور أو تي ثري زيان الف اس اتش شنو تأثيره يخلي الجسم يفرز استروجين ال 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 اتش اللي هو هاي تأثيرات مثل ما تلاحظه هنا هنا هاذا تأثير هاذا تأثير ثلاث تأثيرات إله زيان ممكن يؤثر على الاستروجين ويؤثر على البروجسترون أيضا البرولاكتن تأثيره عليما على البرست على الثدي زيان يساعد على عملية تكوين الميالك الحليب زيان الغروث هرمون الغروث هرمون هاذا طبعا اظن هاذا هو اللوفر زيان لان هو باللوفر رح تتكون مواد يسميه بالصوماتو ميديان الصوماتو ميديان هاي يعني هي مواد مثل الغروث هرمون يسميه Insulin-like growth factor الغروث هرمون يسموها هيش شي تمام فهذا مواد تتكونه تي ثريت الغروث هرمون يسوي التأثير مالته يعني التأثير مالتو الغروث هرمون يتم عن طريق هاي المواد اللي اسمها سوماتو ميديانز اللي الاسم الثاني لها Insulin-like growth هرمون هيش شي اسمها تمام؟ هاي هي رح يسوي التأثير مالتو الغروث هرمون زيان الغروث هرمون يعني هم إلا تأثير معين ولكن أغلب التأثير مالتو الغروث هرمون ده يتم عن طريق السوماتو ميديانز زيان الاي سي تي اتش تأثر على الادرينال كورتكس دخليه تفرز هاي الهرمونات اللي هالالدسترون أو الكورتكوستيرول بشكل عام البيئة تالي بابروتينج البحرين ببعض المخطط The receptors for most of hypo-eisotropic hormones are coupled to G proteins هذه هرمونات الhypothalamus بتأثير على الرسبتارات موجودة داخل L-Enterior Ptritic Gland يعني هاي مهائي الانتيريار هذا الريسبتار اللي موجودة هنا بالأنتيري Ptritic Gland وهذا الهرمون اللي ج 했는데 مين هذا هذا ج وب الأسفل هايببثالمس هذي هايبو هايبوثالموس فرزت هذا الهرمون الأخضر الهرمون الأخضر هذا اللي هم الهايبثالمس جاي راح يأثر هنا على هذا الرسبتر هذا الرسبتر شنو نوع أغلب الأنواع ما الرسبترات الانترابيتي رتجلاند هي G-بروتين كوبولت رسبتر يعني هذا الرسبتر مرتبط بشنو بG-بروتين تمام G-بروتين هكي هذه هي 2 هرمون رسبتر كورتيكو تروبيل هرمون أكو النوع الأول هذا شيفونا R1 وأكو R2 The physiological role of R2 is unsettled يعني هذا R2 غير معرف يعني حدا لا نقدر نقول يعني أو مدرنا نفسي تأثيره بالضبط شو المميز بي ولكن نلقى موجود بأجزاء عديدة من البرين من المخ In addition CRH Bindic protein أكو بروتين طبعا يرتبط بهذا الهرمون زين هذا طبعا نلقاه وين بالدم بالperipheral circulation بالدورة الدموية هذا البروتين من نرتبط بهذا الهرمون راح يثبطه بالدورة الدموية حنا قلنا دائما الـ active substance الشيء اللي يسوي تأثير داخل الجسم هو الحر فقط المادة الحرة مفت شيء مرتبط ببروتين أو مرتبط ببروتين لا لازم يكون هاي المادة تكون حرة يلا يصير إلها في التأثير معين على الجسم فهذا الهرمون اللي هو CRH corticotropyl releasing hormone يرتبط ببروتين موجود بالدم فحيصيلها inactivation حيصيل غير فعال مرتبط ببروتين ما يقدر يسوي شيء البروتين أخذها لزامها بعد ما يقدر يسوي شيء بس من يكون free لا راح يلعب جولة بالجسم الهرمون بكيفه حر شيء يسوي يسوي فدائما الـ active form هو يكون الشكل الـ free مو الباوند ببروتين المهم هذا البروتين أيضا يقول لك نلقى بالـ cytoplasm of corticotropes طبعا corticotropes يقصد بها الخلايا اللي تكون corticotropin أو adrenocorticotropin الزيان الـ ACTH دعنا نجا وضح المخطط أحسن نرسم في درسمة حتى نوضح لها لدي صار الدوخة هسا هاي خلية أوكي داخلها أكو هذا البروتين موجود زيان أكو هنا هنا هذا الـ receptor هذا الـ receptor وهنا هنا عندنا وهذا الهرمون الـ CRH تمام ف تأثير هذا الهرمون شبابنا بسبب هذا البروتين الموجود داخل خليه رح يكون أحسن مرات زيان لأن ش راح يصير يقول لك حيصير better internalization شنو internalization of the receptor هذا الهرمون المرتبط بالرسبتر رح يدخل داخل خليه هذا يدخل داخل الخلية فمنه حيساعد بها العملية هذا البروتين أوكي هاي يسموها internalization عملية internalization of the receptor عملية الريسبتر may play a role and receptor internalization however the exact physiological role of this protein is in noun زيان يعني الوظيفة لهذا البروتين اللي يقول لك لحد الان هي غير معروفة بالضبط شنية زيان other hypophysotrophic hormone do not have non-binding protein إذن باقي الهرمونات مثل hypothalamus ليقول لك أنه هي ما عدها بروتين ترتبط بيها فقط هذا CRH لحد الآن اكتشفوا أنه أكو بروتين يرتبط بيه فلهنا خصتها المحاضرة وأتمنى أن يشير حواضح ونشير بكم شكرا بالمحاضرات القادمة مع السلام